محمد صلاح محمد صلاح الحكاية الكبيرة في انجلترا دلوقتي مش حكاية الاداء ولا اللعب ولا الاهداف ولا الصناعة ولا الكلام ده كله حكاية حكاية محمد صلاح ومفاوضاته مع ليفربول هيمدد عقده ولا مش هيمدد عقده الكلام برضو ينطبق على ارنولد وفان دايك طيب صحيح في التايمز الانجليزية النهاردة قالت ان المفاوضات مع التلاتة اللي هم صلاح وفان دايك وارنولد ما فيهاش اي تطورات خالص ووصلت لطريق مزدود منصة انفيلد ووتش نشرت ايضا تقرير بعنوان هل استسلم ليفربول في تمديد عقد السلاسي وقالت ان ليفربول بيواجه صعوبات كبيرة في مطالب السلاسي وعشان كده مش عارف يجدد ليهم في تأرير كمان طلعت بشكل مفاجئ قالت ان نادي سان ديجو سان ديجو الامريكي اللي بيملكه رجل الاعمال المصري محمد منصور عايز اتعاقد مع محمد صلاح وكيفين ديبراينا بيوو كوية دي في وسط كل ده في وسط كل ده عمر مرموش تأرير انجليزية والمانية تحديدا سكاي سبورت الالمانية قالت ان ليفربول مهتم ويراكب جدا عمر مرموش تمهيدا لضمه سواء كبادين لمحمد صلاح لو مش محمد صلاح او انه ليه لأ يلعب مع محمد صلاح تصدق حلوة تصدق حلوة تخيل كده عمر مرموش ومحمد صلاح مع بعض بفريق واحد تخيلها عمر مرموش ومحمد صلاح بلعوه في ليفربول يعلى عهوش ملك انجلترا وملك انجلترا الاتنين جمدين جدا وبيكسروا الدنيا في الدولة الانجليزية فكرة حلوة برضو صلاح طبعا الايام بتجري للأسف يعني القصة الحلوة دي وقتها بيقرب ان شاء الله الطول بس كده كده سنة الحياة ومرموش لسه في بداية التواهج وان شاء الله ربنا يكرمه الفترة اللي جاية طيب